مادام ما? سلام عليكم. سلام يا اموداني. تفضلي. من فضلك في سؤال بس في الشريعة في المراس. تفضلي. اه فيه تلات ولاد وكان ابا باباهم ومعايش. اه. فيه ولد فيهم اللي هو الكبير توفى في وجود ابوه. تمام. ومخلف تلات سوبيان برضو. تمام. اه جيه الاب يتوفى من تلات ايام. اه المراس بقى حضرتك بيتوزع ازاي? اللي هو الجد يعني الجد توفى من تلات ايام. اه بالضبط كده. جد الاولاد يعني. اه ابنه توفى في وجود. قبله يعني. اه اه اه. اه اه طبعا. فهنا حرطة المراس بيتوزع على الثلات سوبيان ولا بيتوزع على اتنين ولا بيتوزع حرطة ازاي? يعني هو ساب فيه اتنين سوبيان تاني غير ابن متوفى. اه. وفيه الولد الكبير اللي توفى. تمام. تمام. الكبير مخلف. تمام. طيب. اه. اه. ارد على حضرتك اه. بس كان قبلها الحق كريمة هي بتسأل على اه مسألة الزوج وكذا. انا بس اسألزينكم لمحادي يقول لي. اه ما تقوليش بالمساق يقول لي مثلا زوج توفى عند عنده زوجتين. زوجة منهم توفت قبل توفت بعد او كلام من هذا القبيل. عشان انا مبقاش عارف ميني مقصود بالحجة او ميني مقصود بالحجة. الحجة ممكن تكون والدته. ممكن تكون زوجته. زوجة تانية. ممكن تكون اخته. ممكن يكون كده. فعشان كده انا انا عايز. بس اوضح الحكاية دي. بالنسبة للحق كريمة هو طبعا اذا كانت الزوجة توفت قبل الزوجة خلاص. لا لا. ليس لها مراس بل هو الذي يارث فيها. يعني اذا توفت الزوجة اولا فالزوج هو اللي بيارث في زوجته اما النصف اما الرب. النصف في حالة لو ما عندهمش اولاد اه. ما عندهاش اولاد. والربع لو كانت عندها الاولاد. تيبقى كده في الحالة دي ده المراس. طب اذا اه. وبعد كده لما هو بقى بيموت بعد كده. وهي ماتت قبل كده خلاص. هي ما لهاش مراس في كده لانها توفيت. لكن يرجع المراس بعد ذلك بعد وفاة الزوج الى ابنائه الحضور. فاحنا دايما في مساء المراس بنقول توفى وترك. يعني توفى الشخص وترك زوجة مثلا او تركت زوج. توفى وترك مثلا ابناء زكور. ابناء اناس. اه كده كده. يعني دايما اوضح الكلام ده بهذه الصورة. فالحجة كريمة اوضح لحضرتك. انت المراس هيقسم عادي لتذكر مستحظ الانسان. بالنسبة الاولاده. سواء كان اولاده من حضرتك او اولاده من الستة التانية. اللي هي توفيت رحمة الله على الجميع. الاخت ما بتسأل على. اه. لو لو الابن توفى قبل الاب. هل له ان يرث. اذا كان الابن توفى قبل الاب. وله ابناء. فالابناء بياخدوا نصيب ابوهم في حالة ما اذا كان نصيب الاب لم يصل الى الثلث. اذا كان نصيب الاب لم يصل الى الثلث. اما اذا وصل الى ما زاد عن الثلث. ففي هذه الحالة يحجب إلا الثلث يعني منديهم لغاية الثلث يعني إيه هو دلوقتي لما مات ساب ولدين فالولدين هياخدوا التاريكة نصفين الولد اللي مات الأول أو الابن اللي مات الأول فأصبح ثلاثة يبقى كده الحق بتاعه بتاع الابن اللي توفى قبل أبيه أصبح حقه في الميراث لو كان كان أبوه توفى الأول كان هياخد ثلث التاريكة لأنهم ثلاث أولاد الذكور ما عندهمش حد تاني يعني ما فيش أي حد تاني ما غير الأولاد الذكور ما عندهمش أم ما عندهمش أخت ما عندهمش حاجة من دي فلو كانوا ثلاثة أبناء ذكور واحد مات قبل أبوه وتبقى اتنين بعد كده في الحالة ديك أولاد الابن المتوفي لو يبقى أولاد الأخ بالنسبة لهم بالنسبة اللي يوريسه أولاد أخوهم المتوفي بياخدوا نصيب أبوهم وإلا لو كان الجد قد كتب وصية واجبة لهؤلاء الأبناء فله أن يكتب مقدار الثلث فاحنا بنعتبر أن هذه وصية واجبة والقانون المصري يشرعوا بها ويقولوا بها وهي له أصل في التشريع وبعد الفقهاء بيقول أن يجوز أن أبناء الابن ياخدوا نصيب أبوهم أو أبناء البنت ياخدوا نصيب أبوهم شريطة ألا يكون هذا النصيب ما تعدى الثلث خلاص دي بالنسبة للمسال ترجمة نانسي قنقر